بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإيلا بكم في هذه الحلقة التي نعرض فيها السلاح السري الذي استخدمه الجيش الأوكراني لتدمير الدبابات الروسية هذا السلاح السري هو عبارة عن دراجة بخارية أو متسيكل يعني كما نقول في مصر وهي دراجات كهربائية تعمل بالكهرباء وليس البنزين وليس لها مطور وهذه الدراجات الكهربائية كما سنرى عملت كوارث للجيش الروسي ولم تعلن أوكرانيا عن مشاركة هذا السلاح إلا خلال الأيام الماضية تعالوا نبدأ كما نشاهد هنا الدراجة الكهربائية وهي الشركة اسمها ديلفاست شركة أوكرانية وبيعاونها الإنجليز في هذا الموضوع وكما نشاهد أنه بينقله عليها السواريخ المضادة للدبابات كما نعلم أنه إحنا محتاجين فيه دبابات روسية ثلاثين دبابات روسية في هذا المكان محتاجين ننقل السواريخ جافلين اللي على الكاتف ثلاثين صاروخ فلو نقلتهم في سيارة أي طائرة روسية أو أي دبابة روسية تقصف السيارة كل السواريخ المضادة للدبابات طارد لكن إذا أرسلت ثلاثين متسكل أو ثلاثين دراجة وكما نشاهد فروسيا محتاجة بقى لتتعقب كل واحد وبالإضافة أن هؤلاء كما نشاهد في الغابة يعني في المدقات داخل الغابات فيصعب تعقبه لا بطائرات ولا بغيره ويصلون إلى المكان ويقوم بتدمير الدبابات الروسية فكانوا وسيلة نقل الأسلحة نقل المياه نقل الأطعامة نقل الأغزية يعني هذه استخدمت فيه التغلب على عوائق الغابات الموجودة في أوكرانيا الجيش الروسي وده التخلف التكنولوجيا اللي عنده لم يكن عنده شيء مشابه طبعا اليابان غزت شرق أسيا في حرب العالمية ثانية بالمتسكلات أو الدراجات البخارية يعني طيب هنا كما نشاهد دي جند أوكراني بيضع طبعا هم مصممانها للشركة دخلت تعديلات بحيث أنها تستخدم للنقل العسكري أنه يضع الصاروخ في الخلفية وينطلق على السيارة ويذهب إلى المكان وبعدين يضمر الدبابة الروسية ويهرب فورا هنا في موقع وده باللغة لانجزائية ترجمة جوجل أوكرانيا يتستخدم الدراجات الكهربائية الهادئة لسحب الأسلحة المضادة للدبابات يعني هذه دبابات أسلحة إلكترونية دراجات إلكترونية نحن الآن سنشاهد هذا الفيديو لجند أوكراني وهو بيتجه إلى المكان اللي هو هيشتبك فيه طبعا بتسهله سرعة التقدم والاندساس في صفوف العدو الروسي ثم الهروب والانسحاب والمناورة كل خفة ودلة يعني كما يقولون يعني وسنجد أنه هنا الجيش المبغت إيه إن هي صامتة يعني ليس لها صوت تعالوا أسمع كون أن هذه الدراجة الإلكترونية الكهربائية صامتة هذا بيجعل الجيش الروسي يفاجأ يباغت عكس بقى لحطتك ركيبت دراجة بخرايا عان 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 يعني والله مسكنة في ساعة تسمع طيران يقوم بقصفك يعني لكن هي قاعدة ايه اضرب واهرب واعمل في صمت بدون أي صوت بدون أي آخر طيب هذه الدراجة سرعتها تسعين كيلو متر في الساعة يعني كأنك تسير بسيارة على طريق يعني تسعين كيلو متر في الساعة وبتزن تتحمل وزن حتى مئة وخمسين كيلو جرام فإذا كان الجند الأخرين ثمانين كيلو أو تسعين كيلو أو ماء كيلو ما طعم بيجيبه عيال لسه شباب فممكن يحمل معا خمسين كيلو خمسين كيلو من الطعام اللي زملاء عجبها من البنزين من الأسلحة من الذخيرة من المواد الطبية من الإسعاف الجرحة إلى آخره يعني ما هي ممكن تتحمل شخصين عليه فممكن تخلي جرحة إلى آخر فطبعا ولا تستطيع الدبابات الروسية لا تستطيع دبابة أنها تجري خلفها بسرعة تسعين كيلو ولا بسرعة حتى ستين كيلو الدبابة محتاجة طريق أسفل أو حتى طريق أرض مفتوح لا تستطيع سير في غابة لكن هو يستطيع أنه يسير في غابة فالأسلحة الدفاعية خطيرة يا جماعة طيب الأمر اللي بعد ذلك أنه بيسهل هذا بيسهل هروب الهروب من المدفعية الروسية خلال خمسة دقائق يعني الجند الأوكراني ذهب أطلق الساروخ تجاه الدبابة الروسية أو المركبات الروسية أو الأسلحة الروسية أو المطارات الروسية أو أي مكان طبعا روسيا بتكتشف من أين جرى إطلاق السواريخ فبتبدأ تقصف المكان إلى الفترة دي دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق هو أصلا ترك المكان لأن السرعة كان تسعين كيلو في الساعة فهو لو هرب من المكان أطلق الساروخ وهرب بسرعة ستين كيلو داخل الغابة حتى يعني لو أنا ضربت الساروخ على الدبابة الآن وهربت بعد دقيقة هكون قطعت كيلو هكون طرقت المكان هضربت فيه كيلو لو الروس توصلوا إلى مكان إطلاق الساروخ بعدها بخمس دقائق هنا أنا طرقت المكان بخمس دقائق في كل الاتجاهات فطبعا هنا بتعجز روسيا أن هي بتحارب عفاريط أشباح يزهرون ويختفون وده من الأمور المهمة تشوفوا التكنولوجيا عملتين الموتسيكلة ده أو الدراجة دي التكنولوجيا الإلكترونية المحركات الكهربائية اللي روسيا لا تستطيع تصنحها المحركات الكهربائية هنا حاجة بسط الصوت وحاجة بسط الحرارة فهنا أيضا بصمتها الحرارية منخفضة يعني حضرتك لو أنت يراكب بقى متسيكل بنزين والمطور بيحترق والبنزين عفا الوقود بيحترق داخل البنزين داخل المحرك بيعمل تدرجة الحرارة دخمة جدا فطبعا الطائرات الروسية بتكتشف من الأعلى أو المركبات أو أجهزة للسشعار الروسي لكن هذا لا في احترق وقوده لحاجة درجة حرارة عادية فبصمته الحرارية مخفضة سبحان الله انظروا كل حاجة لها بصمة الكوتشي سير على الأرض له بصمة الإنسان له درجة حرارة وله بصمة في الصوت وله بصمة في الصورة ولنا بصمة في الأثار حتى لما نموت يبقى عظامنا لما نموت نترك المباني قد يبقى الورق وقد نكتشف مستقبلا أنه أنا لما الكلام الذي قلته الآن في هذه الغرفة ممكن بعد عشر سنين يكتشفوا أجهزة تستطيع استعداته الله أعلم وقد يعني زي ما أقول لك نرجع بالزمن وبيعملوا ده في الفضاء والمجرات والضوء إلى آخر ما هناك فسبحان الله ربنا خالق كل أي عمل بشري بيترك بصمة وآخر يسجل سبحان الله طيب أيضا هنا نظام التعليق عاملين سوسط طبعا عشان تسير في المطبط وطبعا هنا دي البدلات يعني احتياطي لكن أنت كما نشاهد هنا نظام التعليق طبعا متطور بحيث أنها تاخد مطبط والراكب نفسه لا يصاب أي شيء طيب هنا يا جماعة طبعا هي كأنها سيارة فهنجد مثلا هنا النور العالي لو أنت عاوز تشغاله هنجد هنا التلاكس أو الزمارة وهنجد هنا أيضا إشارات في اليمين والشمال وهنا زرير هي كأنها سيارة وهنا حاجات خاصة بالشحن والقهرباء وهنجد أيضا يعني مثلا هنا ده المحرك ده يا رب البطارية بس البطارية لها فتحاتها كما تشاهدون سيب الحرارة أو بسيب أي بقى تصميمها يعني يعني بحيث إن هي تكون ده البطارية في بقى لها فتحات حضراتكم إزاي تشحنها بالكهرباء فعملين لها فتحات لشحن الكهرباء إلى آخره وفيها أن أنت كمان تشحن منها كهرباء يعني مثلا هنا حضراتكم فيه هنا الفلاشات لو معاك هاتف ولا حاجة هي تشحن لك وفيه هنا أيضا زرائر وفتحات أخرى ويعني فيها أجهزة اتصال فيها أجهزة اتصال تقدر تشغلها وتتصل يعني هي مزادة بتليفون سيارة كله يعني وكأنك ركب عربية سيارة حقيقية يعني طيب هنا المحرك والمكابح أو الفرامل يعني طبعا المطور كما نشاهدهوت والمطور طبعا بيعتمد على الكهرباء فبالنتيجة أنه هو لا بيعمل صوت ولا بيعمل حاجة زي المروحة ما ترون المروحة بتحرك بمطور جاعة ونخطط في الشرحة مش متخصفش الكهرباء لكن ما بتعملش صوت كما نشاهد والفرامل بتاعتها قوية كانها سيارة لكن سيارة خفيفة هون ها دي الواحد موظف في الشركة بيعمل اختبار تعالوا نشاهد هذا الاختبار وهو هل في صوت ولا لا في الختام نقول سبحان الله الله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم وهذه قوانين موجودة ربنا أوجدها ومثل الأشعة اللي تحت الحمراء بترفض الظلام موجودة ولا بناكن نعلم بها البصمة الحرارية موجودة ولا بناكن نعلم بها الطاقة القهربائية موجودة ولا بناكن نعلم بها إلى آخره فسبحان الله نحن نحاول أن نستكشف ما حولنا وبنستفيد به وهذا بيؤدى طبعا إلى هزائم الجيش الروس كما نشاهد طبعا كل هذه الأمور تجري في أجسامنا يعني جسمنا له بصمة حرارية ونحن لا نعلم جسمنا فيه طيار كهربائي وبيولد كهرباء ونحن لا نعرف أصلا نحن لكم نعرف أنه فيه كهرباء هم يقولون الملاحدة أنتم صنعتم ده أجسامكم أنا صنعنا كهرباء لأنفسنا ونحن لم نكن نعلم أن أجسامنا فيها كهرباء ولا غير يعني هذا كله يقودنا إلى أنه إحنا في الختام نقول سبحان الله وأنصحكم بالاستماع إلى كتاب القرآن المعجز للقص الكندي جاري ميلر أسلم وألف هذا الكتاب عن الإعجازة العلمية في القرآن الكريم أرجو الاستماع إليه نظرة مسيحي من الخارج للقرآن الكريم قبل أن يعطيناك الإسلام وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته